أعادت الاجتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان التساؤلات حول مصير وقف إطلاق النار الهش بين البلدين الذين تجمعهما خصومة كبيرة منذ عشرات السنين وفشل عملية السلام التي كان يرعاها الاتحاد الأوروبي بداية هذا العام وتتقاتل أذربيجان وأرمينيا منذ عقود بسبب نزاع على منطقة ناقورنو كارباخ وهي منطقة جبلية معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكنها موطن لعدد كبير من الأرمان واندلع القتال أول مرة قبيل انتهاء الحكم السوفيتي حيث سيطرت القوات الأرمينية على مساحات شاسعة من الأراضي داخل المنطقة لكن أذربيجان تمكنت من استعادة أغلب تلك الأراضي بدعم من تركيا خلال ستة أسابيع عام 2020 ومنذ ذلك الحين تقع مناوشات بينهما من وقت لآخر على الرغم من الاجتماعات بين رئيسي البلدين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ورغم اقتناع الطرفين الأرماني والأذربيجاني بإنهاء الاشتباك الذي اندلع بينهما ليلة ثلاثاء فإن التوتر القائم بين الطرفين يؤكد أن نذر المواجهة وتجدد القتال بينهما قائمة في أي لحظة مجلة إيكونوميست البريطانية قالت إن سبب تجدد القتال بعد أسابيع فقط من مناقشات اتفاق سلام بين البلدين هو رغبة أذربيجان بأن تعترف أرمينيا بسيادتها على نغورني كارباخ بينما تطالب أرمينيا بضمانات لذو الأصول الأرمانية في المنطقة ووفق المجلة فإن روسيا تبدو غارقة في أوكرانيا بحيث لا يمكنها التدخل لصالح أرمينيا بينما تأتي أزمة الطاقة العالمية لتزيد من اعتماد أوروبا على منتجية الغاز مثل أذربيجان حيث علمت باكو مؤخرا أنها تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة 30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي ويؤكد مراقبون أنه لطالما أن قضية نغورني كارباخ تتفاقم ويستخدم أحد الطرفين القوة لتأكيد مصلحته فإن الوضع سيظل متقلبا على الحدود بين البلدين الجارين ترجمة نانسي قنقر